المحاولات الأخيرة لثلاف انهيار المشاورات محاولات تبذل على أعلى المستويات في دولة الكويت المستضيفة لهذه المشاورات التي تشكو على الانهيار بعد أن أظهر الإنقلابيون إصراراً غير قابل للنقاش على تجاوز كل الترتيبات المتعلقة بحلل الأزمة اليمنية والقفز مباشرة إلى موضوع تشكيل حكومة الشراكة موقف يراه وفد الحكومة اليمنية محاولة مفضوحة لتقوض السلطة الشرعية للدولة وشرعنة لجريمة السطو على مؤسسات الدولة ومقدراتها وتغطية على جريمة جر البلاد إلى حرب أهلية لم تشهد لها مثيلاً من قبل ما إن أعلن الوفد الحكومي قراره تعليق المشاورات حتى وجد وفد الميليشيا الانقلابية نفسه في مأزق حقيقي خصوصاً وأن الوفد الحكومي هذه المرة نجح في التخلص من الضغوط التي مورست عليه بإبقاء خيار المشاركة مرهوناً بنجاح المبعوث الأمم في إقناع الانقلابيين بالموافقة الكتابية على المرجعيات الأساسية للمشاورات وإلزامهم باحترام ثوابت الحوار الستة التي حددها رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي وتشمل هذه الثوابت الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2116 والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والاعتراف الكامل بالشرعية والالتزام بأجندة مشاورات بييل في سويسرا والنقاط الخمس الواردة في القرار الدولي إلى جانب الالتزام بجدور الأعمال والإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة للمشاورات ومهام اللجان هذه المرة لم يأتي قرار وفد الحكومة تعليق المشاركة في المشاورات معزولاً عن المزاج العام المهيمن على مشاورات الكويت والذي دفع بالمبعوث الأممي لأن يطلق تحذيرات للانقلابيين من مغبة التمترس خلف المواقف المتصلبة موقف توازى مع موقف أكثر حزماً من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت للرئيس هادي أنها لن تسمح بالخروج عن المرجعية الأساسية للعملية السياسية في اليمن تتجه مشاورات الكويت وفقاً لأوساط الوفد الحكومي إلى الاختتام قبل رمضان دون نجاح وربما دون فشل على أمل أن تسآن في عصمة عربية أخرى لم تستبعد هذه الأوساط أن تكون الرياض بشارة تعزز من الاعتقاد بأن ثمتت حضيرات موازية لإنجاز تسوية لم تحدد ملامحها بعد لكنها لن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية لدول التحالف ولن تبقي على المكاسب الميدانية للانقلابيين خصوصاً وأن مؤشرة الانهيار الاقتصادي تنذر بفقدان هذه المكاسب في العاصمة صنع ذاتها